قام سعدة الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم بالتواصل الإلكتروني المباشر مع أحدى المدارس الإعدادية المنافذة لمشروع التمكين الرقمي من خلال منظومة التواصل الإلكتروني التي يتيحها هذا المشروع داخل الفضاء المدرسي وبين المعلمين فيما بينهم وبين الطلبة ومعلميهم وبين المدرسة وأولياء الأمور وبينها وبين المختصين في الوزارة أو مع سائر المدارس الأخرى وشمل هذا الاتصال حوارا حيا مباشرا مع أعضاء الهيئات الإدارية للمدارس المطبقة للمشروع في مرحلته الأولى والثانية تناول أهم المعطيات المتعلقة بفعالية المشروع وتحدث مدير ومديرات المدارس للمرحلتين عن تجارب مدارسهم في تنفيذ هذا المشروع ومن جهته أكيد الوزير خلال تواصله مع مديري المدارس أن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل قد نجح في تحقيق أهدافه كاملة بشهادة من منظمة اليونسكو التي صنفت مملكة البحرين كدولة رائدة في التعليم للترونية وأن مشروع التمكين الرقمي في التعليم الذي جاء تنفيذ للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المفدة قد تم تدشينه في العام الدراسي المنصرم وأشمل خمس مدارس إعدادية في المرحلة التجربية وقد حقق نجاحا مشهودا ولذلك تم التوسع فيه هذا العام لأشمال 12 مدرسة جديدة مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يمثل مرحلة متقدمة من مدارس المستقبل بما يوفره من إمكانات متطورة في مجال دمج التقنية في التعليم ليصبح أداة رئيسية من أدوات تطوير طرق التعليم والتعلم والدخول إلى عصر الاتصال والتواصل وتوظيف استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائط المعرفة الحديثة في سياق مشاريع الوزارة لتطوير التعليم ومن هذا المنطلق يكون المشروع قد فتح أو فتح الباب نحو مرحلة جديدة في تاريخ التعليم في البحرين وذلك بعد الانتقال إلى التمكن الرقمي لتصبح المدرسة وحدة متطورة متكاملة اتصاليا لديها القدرة على التعامل دراسيا وإداريا باقتدار مع الوسائل الإلكترونية وفي ختام الاتصال عبر الوزير عن شكره وتقديره لجميع العاملين في المشروع بمختلف فئاتهم على ما يبذلونه من جهود لإنجاح هذا المشروع لما له من مساهمة فاعلة في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني وتكوين اتجاهات إيجابية نحو التعامل مع الأجهزة والتقنيات الرقمية لأسيام اكتساب مهارات متقدمة في استخدام الحاسوب والسبورات الذكية والمختبرات الافتراضية